ترجمة نانسي قنقر ها امبسطتوا بالكليب اللي انتو شفتوه زي ما انا كده امبسطت واشرقبت عنقي و بقولكو ايه نيلي نموذج من ضمن نموذج موجودة عندنا ما بتعبرش عن طبقة اولي بتعبر عن جيل لكن هي بتعبر عن ناس موجودة في حياتنا في ايام السودة ايام غبرة الحقيقة ها سعيدة ايام غبرة هوا انت بتتريع واضح ان انت مفهمتش الفيديو كليب انا مفهمتش اه انت مفهمتش بس انا متأكدة ان تارجت اوديونس بتوعي فهموا انا عايزة اقول ايه يعني انت شايفة ان الفئات المستهدفة اللي انتي بتعبري عنها او اللي انتي بتدفع عنها عبرتي عنها مظبوط جوه الكليب ده اه رأس دحكة زار يعني انا قعدت اذاكر كل الاغاني الشعبية بتاعتهم لقيت ان هما بيعودوا ده واخينا يا دنيا وقالوا ولعبتي يا زهروت بدلت الحاجات وحلاوة وهم قاعدين يرقصوا وكده اه فانتي قدمت لهم الفن اللي هما بيتفرجوا عليه وبيسمعوا وبيستمتعوا ايوة بالزبط وبنفعت جهوها بقى الرسالة بتاعت المبادرة بالزبط جبت لهم مطرب شعبي هما بيحبوا جدا عملت لهم اغنية كلها واجع وقلم وفيها رأس ايوة بالزبط وقبت فقراء كتير قوي يتفرجوا انت مش فهم كانوا مبسوطين بالشو ده ازاي عملت لهم شو انت عزي بي مطربة اصلا طب انا بس عندي سؤال ايه علاقة عبد الباصد بيتعمل له مساج وانتي بتعملي اديكي بمعاناة الفقراء ما فهمتش انت عارف في كم نوع مساج فيه نوع اسمه تاي مساج ده بيوقع الجسم جدا ايه ايوة طبعا فدي معاناة فيه معاناة تانية انه مثلا لو بنت مثلا تلبس هيلز كتير وحد بيعمل لها ريفلكسولوجي او عندها مشكلة في اي حاجة اه وبتغير اه زغزغة افاكت دي ايوة لو هي بتغير من رجلها طب زيت عمل ايوة وش دي معاناة فعضها ازاي بالزبط ما لازم يبقى منطقيين بالزبط دي معاناة انت عارف انا بعد اكتر من ساعة قدام الوان المانيكورة لان اختار اللون اللي هيليق على لبسي النهاردة لا انت كده ممكن دوافري تنمي التي بتهزهري او ايه طب اقول لك حاجة يا جو ايه انت عارف ان انه دوافري بتتقشر لما بعمل اكريليك لا 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 ما تقوليش كده والله العظيم بتتقشر ايه ده طب ابعدين بتعمليه في الموضوع ده يعني بيكون فيه حاجة بتعالجه بس it takes long time خلي بالك ده مش بره موضوع البرنامج لانه مهم نازم نطمن يعني بترجع زي الاول ولا خلاص كده لا يعني بترجع شوية بس بيقولك بتياخد وقت طويل يعني لا ربنا يسطر بصراحة ربنا يكون معاكي حقيقي شكرا فانا عايز اقولك انه بجد in this life كلنا كل التبقات بتعيني ده مما لا شك فيه طب انا هستأذنك لو سمحت يعنيل احنا زين ناخد تليفونات بعد اذنك ناخد معنا اول تليفون منال البهتيمي النشطة والباحثة الحقوقية في مركز اليعثوب الحر اهلا بيك يا منال مساء الخير يا استاذ يوسف ازاي حضرتك؟ الحمد لله كله تماما منال قوليلي ايه رأيك في مبادرة الفقير وانا اللي عاملها نالي مكاوي والكليب اللي احنا عرضناه ليها هي وعبدالبسط حمودة يعني في قطار خدمة المبادرة ده شيء مخزي ومخزل واقصى درجات الايهانة والاستهانة بعقولنا وعقول الشعب المصري اللي نزل في 25 يناير علشان يقول لا للنمازج دي من البرجوازية العليا بس للأسف كل شيء حوالينا بينبع بمستقبل موحش هيرجعنا لعصور الضلام الدامس كاريما ليش انا مفهمتش هيك ده مبسوطة ولا متضايقة؟ دي مزقطاتة وهاسأل قالك منال نيلي عايزة تتأكد ان انتي مبسوطة من اللي شفتيه الحقيقة مبسوطة؟ طبعا ما هو انسان الاستاذة من القردة والنسانيس هم اللي هتضايقهم مهرشة يا منال ومش عايزين نغلط في الضيفة لو سمحتك لا 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 انتي اوفر قوي احترمي نفسك انتي شايفاني مش محترمة؟ ليه؟ شايفاني ممسوطة بوس ولا كابس؟ بوس ولا كابس يا استاذ يوسف يا جماعة بوس ولا كابس ده ايه؟ انا مش عارف ان ايه بوس ولا كابس بصراحة شكرا جدا منال على اي حال معنا تليفون تاني عم عيسى بيكلمنا من مطاي ازايك عم عيسى؟ سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه يا استاذ يوسف ده؟ يعني انت شايف اللي بيحصل في البلد وجايب لنا الكلام الفاضي ده ما هو بوس يا عم عيسى في النهاية خالص ده جزء من اللي بيحصل في البلد ودي نمازج موجودة في وسطنا يا عم عيسى ما لش ما لش انا همشي ما فيش حاجة اسمها تمشي نهدى نسمع بس المتصل لحد الاخر يا عم عيسى تاني دي نمازج موجودة وسطنا ولازم نتعامل معاها ولازم نعرض الناس دول ونشوف بيقولوا ايه دي نمازج مقرفة يا استاذ يوسف با يعني لو سمحتي نلي ما فيش حد هيمشي انا هستأذنك نهدى كده هناخد فاصل لازم نتعود ان احنا نستحمل قراء المشاهدين اكيد يبقى فيه معا اكيد فيه ضد لو سمحتي شكرا جدا لك عم عيسى استأذنكم نطلع لفاصل ونكمل الكلام تعم بشاك؟ كل ياخويا بالهانة والشيك؟ لا كيفايا كده صباحا؟ كيفايا ده ايه؟ انت بقى لك نص ساعة في الطبق التاني بس ايوه ما انا ما بقدرش اجري على طبق واحد بس الطبق التاني عمر ما كملته ما تكسفنيش بقى صدقيني بحياتك عندي بحيات امي مش هرقى لو كنت معلقة تانية موك نموت بعد الشر عليك طب ده انا كان يجري لي حاجة بجده صباحا اه بجد قصة انت ما تعرفش غلوتك عندي قد ايه يا سي عبدال صباح انا انت ايه يا اخويا؟ انا قلبي ماله قلب هيوقف من الفرحة؟ لا من القشطة اه 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 مالك يا سي عبدال انا لا لا انا زين فل الحاون يا ناس الحاون الراجل حيفيز منه مال الاستاذ؟ ماله يلاهوي 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 زي ما احنا موجودين معاكو دلوقتي بعد الفاصل كم التليفونات اللي داخلت على الكنترول غير طبيعي مش متخيل الحقيقة ناس كتير جدا عايزة تتكلم في موضوع المبادرة والكليب اللي شافوه احنا معانا على تليفون الحاجة مفاروق الحقيقة هي واحدة من غلابة وفقراء هذا الوطن اللي المفترض ان بتتكلم عنهم نيليو بالمناسبة الحاجة مفاروق شاركت في الكليب ده زيك يا حاجة ايوة يا استاذ يوسف انا بتكلم حضرتك عشان تجيبلي حقك خير يا حاجة ايه مين اللي خاد حقك ايه اللي حصل البيت اللي قعدة جنبك دي كانت متفقة معانا على حاجة واللي حصل حاجة تانية خالص كنا بنثور مع عاد الامام جنبكو في البليوتو وجوب خادونا واتفقوا معانا وقالونا هيجوبونا في البريك واغبت كنتاكي تلات قطع وريزو وفي الاخر يجبونا سبعين كفتة مقددين ولا طحينة ولا بابا ولا خضرة وعايزين يحزبونا كمان على النص يوم يرد مين ده يا استاذ يوسف على فكرة انت جايبة كنبرسات لا المكلمات دي فاك المكلمات دي كلها من جوا من عندك في الكنترول كنترول مين وفاك مين انت جايبة كم ناس غير طبيعي مالوا القناة ومالوا الكنترول احنا ما كناش عارفين نمشي برا اوكي يبقى انا عرفت مين اللي عمر المكلمات دي وحب اقول لها يا جاسي انت عمرك ما هتكوني انجح مني وحسابنا في النادي اما الفن الاسعاف الراجل هيفايس مني ما تلاقيش يا ست صباح الاسعاف على وصول ده ايه الحظ الدكر ده يا رب ايه ده دي البت نيلي يا لهوي بقولك ايه هات الرمود وحل التليفزيون ده تليفزيون ايه دلوقت الراجل بيموت احنا في ايه ولا في ايه وانت مالك يموت ولا يروح في ستين ده يا هو من بقيت اهلك اسمع الكلام حاضر يا نيلي ما ينفعش نتكلم معك مش هاد كده قولنا مين مرة لا لا مالش انا عايز اعرف ايه لما مش عاجبك بقى انت كمان انت كلك على بعضك كده مش عجباني طب بتتفرج علي ليه روح الابي القناة روح يتفرج علي وقل ابراشي والعمر قديب والمون الشازلي ايه تتفرج علي مين هي تتفرج علي برنامجنا والقناة بتاعتنا طب اقولك حاجة روح يبقى تعلمي برنامج طبخ كده شوفي بيعمله كريم كراميل وعمليه لأطفالك بقى تسلي ده يعني الحقيقة مدام مونة مدام مونة معلش انا اسفين جدا 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 على طريقة الكلام نيلي لازم تهدي اعصابك اكتر من كده وتستحملي الناس لو سمحت شكرا جدا ليك مدام مونة احنا معنا تليفون تاني من الست صباح بتكلمينا من بيتي يا نيلي الحقين انتي مين انا خلتك صباح يا بيت الحقين ابوكي بيفيز مني بابي مالو تعبين ياختي هو ده وقته الاسعاف حتيكي وحاخده على الفرنساوي بحصرين انتي بقى على هناك هاو تعبين قوي كده هتصفروا فرنسا لا لا مش فرنسا ولا حاجة الفرنساوي ده الاصر العيني الفرنساوي ده موجود جنب جاردين سيتي كده لو ليك اصحاب هناك انا مش عارفة ممكن تبعت لي لوكيشن على واتساب هبعتلك اللوكيشن وهنبعت معاك حد بالعربية يوصلك ونتطمن على باباكي ان شاء الله كل حاجة تبقى خير طبعا احنا اكيد طبعا بنعتذر واكيد قلبنا مع نيلي ومع والدها وان شاء الله هنتطمن عليها نستأذنكوا احنا فعلا لازم نختم الحلقة دلوقتي ونتقابل بكرة في نفس المعاد ان شاء الله يا خبتك يا صباح يا حزك لسود يا شرهان يا حزك المهبب يا صباح جات الحزينة تفرح ملاقت لهاش مطرح طارت الشغلانة امو خمس تلف جنيه المنحوس منحوس ولو علقوا على راسه فانوس بابا فين انتو عملتو في ايه ايه دي يا نيلي باباكي كويس موجود جوا مع الدكتور انت بتتكلمي ليه اصلا مش كيفاي اللي حصل بسببكو مش انتو اللي بتسألي انا حاوديكو في دهيا انتو الاتنين هحبسكو با قولك ايه يا بتنتي انا مش عايز اخلط فيكي عشان خطر الرجل اللي مرمي جوا بس انا ممكن ارسيلك راس ولا ورق الخاص خالتي احنا في المستشفى مشايف عن رص هنا لا معلش لو سمحتي سبيها لو انتي قد كلمتك فعلا اتفضلي رسيلي دلوقتي وانا اكلملك البوليسيجي ياخدك انتي والخاص اللي هترسي ده والساي كده تعايا بيت مالك يا بابا الناس المتخلفة دي عملت فيك ايه ما تحسبي على كلمك يا بتنتي هو عنده ايه لو سمحتي هتعرفي كل حاجة من دكتور اهو جي مساء الخير يا جماعة ايه الاخبار يا دكتور والله يتعبان جدا بقى اليومين صحي ورجلي مش قادر ادوس عليها بس ما تخافش عليها يا حبا كويس خاف عليك ايه وانا عرفك اصلا انا بسألك عم بابا استاذ عبدالله لا ده هيخفي ده ما تقلقش عليها هو بس اول مجاة كان حالته تصعب على الكافر جابوله دكتور البطنة كشف عليه وكلموني جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام اصلا انا كان بقى لي ستة وثلاثين ساعة ما نمتش انت اسمك ايه؟ نيلي بقى لي ستة وثلاثين ساعة ما نمتش يا نيلي غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليها ورغم كده جيت وجيت له عملت ايه بقى؟ عملت اشعات وتحليل وكل اللازم وايه اخبار التحليل؟ والله في مشاكل اليوريك اسد طلع عالي جدا وغالبا هو ده اللي عمل لي الواجع في رجليه انا مكنت محتر في رجلي ده ما بين اليوريك اسد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده انا مال يا انا ومال رجلك وارفك انا بسألك عن بابي تعبان كويس محتاج يرتاح محتاج دواء دواء؟ سعاد ازاي انا فكر ايش بالدواء نيسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء كان المفروض انا اخده من ساعتين ملكش دعوة بنفسك انت انا بسألك عن بابي هو حالته ايه؟ أستاذ عبد الله؟ لا ده هيخف بقولك المشكلة في انا سعاد اديني السماعة؟ لا سماعة الموبايل عايز اتطمن على الاولاد يا خبر خير سعتي بأخرا جيمت ما تقلقايش عليه هو بس لخبط في الاكل شوية لخبط في الاكل ازاي؟ كالت ايه؟ والله ما كلت حاجة من الصبح ده انا اصلا بصحة من نجمة عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر يا خرب بيتك انت انا مش بسألك انت بسأله هو اكلك ايه المثل المتخلفة دي؟ ألا؟ طب وانا ماري هو اللي تتفز وكلتبق المخاصي كله الوحي يعني ايه مخاصي؟ اه؟ ايه يا جماعة مش بتردوا لي؟ ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ ايه كليش رحضها يا سيديا؟ اقول لك اقول لك عادي؟ ايه واقول ايه تزاي تقولي كده؟ وانتي يا سيدي يا قليلتل اذا باي تأكلي بابي الحاجات دي؟ لا باها لا يا خالتي سيبها لانا طب معلش يا جماعة يعني قبل ما تتخنوا استأذن انا بس عشان عندي معا الدكتور تبقى كلمني ها؟ يعني حاوم بالسلامة واجيه لك اوه قد بالك من نفسك حاضر بقول لك يا بيتانتي انتي تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي ألم تفيفك سنانك على فكرة انا كمان ممكن اديكي ألم تفيفك ودانك ايه هابل ده مفيش حاجة اسمها تفيفك ودانك اصلا اصلا مفيش حاجة كمان اسمها تفيفك سنانك الناس بتفيفة عادي كده تفوه بس كفهاك وقرف انتو اللي اتنين نيلي انا بقيت كويس لا يا بابي انت مش كويس عن اذنكو بقى عشان بابي محتاجي يرتاح ليه تفدالي خدي خديلك ميكروباس بقى ولا تكتك ولا الحاجات اللي بتركبوها دي وانتي والستة اللي معك دي تفدالي لا يا حبيبتي خليهم لك ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجة بدل الجاكتة المأزعارة اللي انتي لبسها دي مأزعارة؟ انتي عافى الجاكت دي براند ايه اصلا ايه يعني؟ برشكة؟ برشكة؟ الجاكت دي حبيبتي تشتريكي انتي والشارع بتاعك كله ليه ان شاء الله؟ برشكة ولا مزعف الصحراوي يا بنات مش كده كفهيكم دا كفهي بابي انتي تسكوت خالص بالحاجات الغريبة اللي انت كلتها دي من فضلك ليه انتي عبت اللي بدأ دي يعني انت معاهم علي تاني؟ انا مع الحق اوكي يا بابي نتحسب في البيت وكفية كده عشان ما اقولكش حاجة تانية قدامهم باي باي انا اسفة والله يا عمو يعني هي اللي ابتدت بس كان لازم ارد عليها لا يا ايو تباش عاجة باي عارفة يا نيلي عصبية بس بتطلع تطلع و بتنزل على ما فيش لا 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 اذا كانت ردت عليك انت شخصيا مش معقول يعني دي قللت الادب دي ما تربيتش ربع ساعة ما انا بيقولك يا عصبية لا 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 يا عمو لا ما ينفعش بصراح عمالة هزاق قدام الناس بصراح حادتك قليت في نظري جامد مش معقول خليتك هزق يا بنتي البغة ابي الله ما تقصدش خلاص بقى يا شريعان ما تسكوتي بقى سلامتك يا سي عبد الله انا مكسوفة من روحي اوش ايه زهر يا اخويا انا تقلت عليك انت اللي مكسوفة انا اللي مكسوفة اوي سرقت منك وامتة بكلام مهمة اوي ملحوقة استريح انت بس يومين تلاتة في البيت ووصلوا بتولك كده وبعدين بقى نكمل كلام لا بيتي إلا استريع فيه أنا هنزل الشغل فوراً سمعت الدكتور قال لي أن أنا كويس دغير سيبك من الدكاترة دي كمان يعني أنا أول ما هنزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي الدكتور ربيع أحسن دكتور في مصر هيجي تابع الحالة لا تنزل الشغل زي وإنت تعبان كيت خلاص يا خالتي بيقول لك هينزل الشغل وأنا إن شاء الله من بكر هنزل أستلم الشغل بإذن الله وبعدين هراعي عمي ودي له الدواف معاه وخلاص يا خالتي أه إذا كان كده معلش خلاص بقى اللي تشوفوه الحمدلله على سلامتك يا سي عبدال الله يسلم أنا حبق عجي عليك في المكتب عشان أتطمن عليك تنواري الدنيا كلها يا ست صباح تعيش يا سي عبدال سلامتك يا أخويا ألف سلامة الله يسلمك يا غالية بعد إسنا مع السلامة يا عمو ألف سلامة خذ بالك من روحك يا سي عبدال شف البكرة الدواف معادي يا سي عبدال شف البكرة شف البكرة ستبع صباح الخير صباح النور يا خانده مكتب مستر عبدالله تفضلي حضرت في السكرتريا شبخي صباح الخير تفضلي صباح النور بعد إذنك كنت عايزة قابل مستر عبدالله لا هو في الحقيقة ما جغول دلوقتي أقول له مين أنا شريهان عبدالحليم هو كان قيل لي بنت أخو مستر عبدالله صح؟ هو أنا ما بحبش أجيب صرت الأرابة في الحاجات دي بس أنا بنت أخول أزم ولا إهمك هو كان مفاهمني كل حاجة تفضلي معي هوريكي مكتبك مكتبك؟ أه مكتبك تفضلي ده مكتبك وحيت أمك إيه؟ إيه؟ شكرا منها طيب إفضلي بقى واجه على مكتبك وهيجي لك حد دلوقتي يقول لك طبيعات شبالك شكرا 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 الحمد لله يا رب الحمد لله السلام عليكم أنا شريهان زملتك هنا إن شاء الله الحمد لله الله 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 يا رب الحمد لله يا رب يا رب الحمد لله اله يا رب الحمد لله إيه؟ شكرا الحمد بالله الحمد لله كثير بس والله لو استقفر وقع عدlaus ما غي أعدالك عدالك عدالك كثير، نقيدة، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، شاور؟ هاي سو، هاي نالي، أنت كنت فين كل ده؟ أول ما كلمتيني خدت شاور والبستو عملت ميكوب، ونزلت مشيت فيكي ورجعت ديني خدت شاور عشان فيكي بتلحوسني، وبعدين عملت ميكوب والبستو وجيت للجاري نعم، ولكننا لدينا من ساعتين، على فكرة سو، لا تضيقني لكي أنا بجد مش طائقة نفسي، ليس عارفة لماذا من ساعتما دخلت الناس قاعدة بتبصي لي، يعنيها بتبز يعني كأن جينيفي لورنت دخلت النادي ليه عيون بتبز؟ اوه، عشان الانتربيو، دلانا قاعدت برح تفرقت انا ومامي، وجبنا جيران، وجبنا بحبكورن، اللي كنت تقولي ذي يور هلاريوس بس ليو لكت عميزيج باي شكراً، كما في الوقت ايدي صحيح، شوفتي بوست اللي جيسي عميت لشيرينج على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وعميت لسنابشات ستوري وواتساب جروب؟ طبعاً، ما هي لازم تسطط في المياة البركة نالي، اي دي سكو تسطط في المياة العكرة ماذا اكيد دلوقتي جيسي بقى فرحانة قوي، فكراً نهي فضحتني، وانا همشي في الشرع بعيات مش مصدها نفسي ازاي جيسي عمد فيها كده هي عبيتة دي ولا ايه؟ انا هاعرف ازاي اجننها ودمرها وخليها مباشي كده عينها في الارض ازاي؟ انتي حافة جيسي دي، كان شكلها عامل ازاي قبل ما تنتشر في حياتنا كده؟ عادي طبعية زيينة يعني انتي فاكراً انها كانت حلوة ناتشلي زيينة كده؟ اكتشلي زيينة يعني؟ لا لا。 خالص. كلها فاك تضح!، كلها ! من فوق للتحتytites تاريسل ! بتحذري وايصلًا اسمها ك corruptGASSIE ولا حتى То cute اسمها ... ياسمينة وكانتいる الناس بتقولها ياسمينة السيمينة تعلم τι ياسمينة سيمينة؟ نعم انتي اعافة بعد كده صفرة لبنان وعملت في نفسها التي هي عاملة دلوقتي وخبت كل صورها الادئمة بس أنا بقى هعرف أجيب الصور دي ونزلها لها أنا مش هخلي موبايل في ماصر غير عليه الصور دي أي بس أنت بتقولي أنا هم خباي الصور هتجيبين الصور ازاي يعني من سحبها القديم بلا كتما سحبوه قبل ما تسافر من سحبه دي احنا عرفه أنا سألت وعرفت ان هو واحد في الجامعة في إنجينيرين لسه في الجامعة ده سو ويرد إيه الجهل دايسو بقولك إنجينيرين يعني تسع سنين وسنة التزام أو التزام I don't know وانت بقى هتروحي تقولي له بيز تدين الصور فهيقضيك الصور Never underestimate me مشكلتي معاك يسوء إنك فاكريني سهلة يالا بينا استني ما حكي مابرد يس لاني تشاك كيز عشان عندي حاجة البنت بتاع تلمانيكير بتقولي اسمها ودنا دائما مساء الخير بقول لك يا عروسة مهدم هل حظم shalom هو التكييف ده شباك أم إزبلت؟ اسبئ إيه إزبلت لا هو التكييف مركزي زي ما انت شايف عبال عندك آه سنترال يعني سنترالة بيد الدمك سيم الحمد لله الحمد لله هلو أي يا فندم محدش ميرد على التليفون لأنا عايز حد ملموظفين يجيني مكتبي فورا بسرعة حاضر تحت أمرك يا فندم فلايت النهاردة شكله قرفان ويقارفنا كلانا يقولك ايه استاذ فلايت كان عايز حدي من الموظفين ما تروحي له انتي انا منورة تعرفين انك الموظفة الجديدة وتعرفي علي هو مين استاذ فلايت ده استاذ فلايت ده بقى يا سيدي يبقى مديرنا كل وانا هتعامل من المدير كده هل اطول اه يلا يروحي ماشي لسه مستر فلايت ازايك يا استاذ فلايت لا استاذ بيقى هلو مستر فلايت اوفر دي كمان اوفر ازايك يا مستر فلايت حلو دي راسيا كده ازايك يا مستر فلايت يوب توكلت على الله ادخل ازاي حضرتك يا مستر فلايت والله العظيم انا فرحتي جدا انا هشتغل مع حضرتك يا مستر فلايت وان شاء الله ان شاء الله هكون عند حسن ازان حضرتك حضرتك اصلا اقماشا العرض عرضين تقدر تشكلها زي ما انت想 بس حضرتك تذب المقص يا امستر فلايت تؤسدي اي قص health حضرتك اي ايه مقصوت اينο ماذا حضرتك انا ما إصتش اي انا قصتش ما انا قصت ايدي اقمت chuck فلاين! ليس أنا اللي جبتها حضرتك ليس أنا اللي جبتها أنا أسوأ ولو يمكن عشان الدفع عشان لين قالك فلاين! ليس أنا اللي قلت هم اللي أهلا مستر عبدالله الحمد لله شريهان! مهبروك حقيقة أول يوم شغل ربنا خليك أمام انتي تمام؟ الحمد لله مونير! أنا أعوزك تأخذ بالك من شريهان عارف شريهان دي دي بابين؟ مين؟ بنت عبدالحليم يا أخوي الله أرحمه فلا عوزك تتوصى بيها دي زي بنتي بالزبط ما تلاشي مستر عبدالله شريهان في عناية طبعا وانت كمان شريهان لو عوزت تعلمي أصول الشغل خليكي وراء مستر مونير هو وراء صعب بس أنا وراء حاولي حبيبتي حاولي حشك خاضر حاضر حالسية فلا عارف مستر مونير دي بقى ايه؟ أكبر خلفية اقتصادية أنا شفتها قبل كده والله ولا أنا شفتها قبل كده خالص لا يا فندم حضرتك كمان نسيت خلفية القانونية تاني هو فيه مفاجأة تاني وما اتنين أمال أنا ملك الخلفيات أسلبكوا وأنا بقى مرسية فاضل 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 طب يا إنسة عشاريهان أنا عايزك تركزي معي كويس قوي أنا أحب الجدية والتركيز في الشغل حاضر حاضر ورايا موسيقى لا أشعر شغلو ده 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 أي ده الخنقة دي؟ لننا نشعر دعوا بقى يسوع عايزين نشوف انسيف ده ماتسألي كده؟ لو سمحت هاي هاي لأس وطا موسيقى جيد الحق أول في الخنقة هناك يعني انتو عايزين تخبطولي عربيتي وتجروا لشايفين سجوءة انت بحد الشرح حدات سهوية اذا ده زال امر ده باسم الزال فيه فاخدة هنا وابتلوا يعني بسرعة باسم الله ما شاء الله حضرتك ايه ده هو الولاد ابو عضلات كبيرة دي اللي عماك بيوزن الولاد التنية عند العربية لا هو اللي بيتضرب لا ما هو مين او لا اسم العربية انا ما علي حضرتك هو اللي فاية ما عنيش غلط غلط والبدي عدم خطاء انزل كلام حرام عليك اطلع يلا بدل ان اعمل لك صاحب الكوفتة اطلع احداك شغال في المنوف في ايه حكاية الكوفتة ايه حلوة الكوفتة عمله كوفتة هيبع عشل في الكوفتة اوه يا حرام يا حرام انا مش عايزة الدخمة داي اضربوا يارب يفضل كويس بس لحد ما اجيب منو الصور بعد كده يولع مش مشكلة الحاعل حرام عانين وانا مال انا منفعش انا وانتا دي الدرب انا وانتا هنموت كده لازم واحد يعيشه عشان ييحكي حكاياتنا طب يحكي الحكاية أنت مشي أدرب أطلع يا الله بلا لما كسر العربية فوق دماغك كسر العربية قلو هيا أمي لا تزحى قدرتك عملا إيه لا مفيش في السوبر ماركت لا بجيب سجوقة وكفتة هيا يا ماما أمي إدعيلي يا أمي ودعي شريف ادعي شريف أكتر مني لأنهم محتاجة الدوعة دلوقتي تلفون إيه إنزل نتكلم ده وقت التليفون شريف انت كويس أنا كويس أنا كويس طيب الحمد لله يا طمين أمه القليل ليه عليك يا أخي أه